أعلنت وزارة التعاون الدولي تفاصيل النسخة الثانية من المسابقة الدولية كليماتيك رون والتي تم إطلاق النسخة الأولى منها في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 وتستهدف المسابقة تحفيز الشركات النشئة العاملة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي من مختلف دول العالم وذلك بالشركة مع وزارتي للتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة إلى جانب شركاء التنمية